مكتب الجمعية المحامين وعلى القرار الصادر على المحكمة الأوروبية ووقف على العديد من الخروقات الجوهرية الشكلية والموضوعية المخالفة للقانون الدولي والقانون الأوروبي وهي يعتبر هذا الحكم سابقة من نوعها باعتبار أنه يشكل تراجعا خطيرا يشكل تراجعا خطيرا على مستوى المنظومة الأوروبية والمنظومة الدولية وهو قرار متسم بالانحراف والانحياس سياسي وقرار خرق جميع المقتضاية الجوهرية المتعلقة بالاختصاص والمتعلقة بالصفة والمتعلقة بالرأي الاستشاري للبرلمان الأوروبي والرأي الاستشاري للأمين العام للأمم المتحدة ولموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتبار أن المنتظم الدولي لا يعترف بصفة البوليساريو كجهة لا يعترف بها كشخص معناوي ولا كأفراد لأن هؤلاء مجرد ميليشيات مسلحة مجرد ميليشيات لا يمكن اعتبارها إلا أنها عبارة عن جماعات إرهابيات تهدد الأمن بالمنطقة ولا امتدادات عبر العالم لذلك فإن إعطاء الصفة لهؤلاء من طرف محكمة العدل الأوروبية يعتبر خروجا خطيرا عن المشروعية يعتبر انتكاس قانونية وقضائية باعتبار أن هذه المحكمة كان ينبغي على الأقل أن تحترم النظام الذي يؤثرها ويؤسسها هذا النظام الذي لا يعطي صلاحية لهذه المحكمة أن تبتأ إلا في القضايا التي تعلق بأعضاء الاتحاد والأشخاص المعنوية والأشخاص الذاتية المنتمين للاتحاد الأوروبي وهذه الجماعة غير منتمية للاتحاد الأوروبي وغير معطرف بها وبالتالي كيف أنها تقبل هذه الدعوة وقفنا في مكتب الجمعية على عدد من الخروقات ما يتعلق بغياب الرؤية الاستراتيجية وبالتالي التأثير أو محاولة تأثير المحكمة على السياسات الخارجية لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والحال أن المحكمة لا علاقة ولا شأن ولا اختصاص لها في هذا أيضا لم تستحضر الشاركة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بدول الاتحاد الأوروبي باعتبار أن هذه الشاركة هي شاركة متقدمة أصبحت محصنة لذلك فإن تغييب هذه العناصر وهذه المعطيات يجعل المحكمة الأوروبية وبحق تغرد خارج السيرب تغرد خارج السيرب لأنها تجاهلت ولم تنتبه أو تعمدت أو تجاهلت عمدا كون المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومجلس الأمن اعتبر أن هذا النزاع المفتعل لا يمكن حله إلا وفق رؤية مؤتخذة عن طريق الحكم الذاتي وهو السبيل الوحيد وهو الوسيلة الوحيدة لفضي هذا النزاع المفتعل أيضا وحتى على فرض على فرض على فرض المملكة المغربية فهذا يعتبر تراجعا خطيرا ومخالفة خطيرا للقانون لأن المواطنين المغاربة في الأقاليم الجنوبية ممتلين بواسطة مؤسساتهم المتخبة ديمقراطيا وهؤلاء هم جزء من المصار السياسي والتفاوض الذي تقوده المملكة المغربية لذلك فإن أخطاء جسيمة وكثيرة ومتعددة وقف عليها مكتب الجمعية الذي اليوم في إطار بيانة الذي أصدره أكد على هذه الخروقات التي نحتفظ طبعا بإبرازها في المسلسل الترافعي الذي نحن عازمون على خوضه وننخراط فيه بشكل جدي ونحن اليوم نعلن عن تشكيل لجنة دبلوماسية لمواجأة ولمواكبة هذا الملف ولمواكبة القضية الوطنية من خلال عمل دؤوب لمكتب الجمعية يشرف المكتب الجمعية على عمل هذه الجنائين على المستوى الوطني والإقليمي أو الدولي